نحن متعاطفين مع الطلبة لأنه يوجد طموح عالي لعوائن العراقية في أن ترى أبنائها في أعلى المستويات الجامعية وأرقى التخصصات ولسيما نحن نحكم على أنه الطالب حتى يكون غير مظلوم مثل ما تفضلتي إذن قبل وين؟ في المجموعة الطبية أو الهندسة وإذا طلع من المجموعة الطبية فهو يوقع عليه الحيف والظلم وهذا حقيقة تصور مدقيق لماذا؟ لأن سيدة الكريمة حتى لو طالب هو ضمن فئة التسعين أولا هذه الفئة هي غير متاح لها التقديم إلى كليات الطب تسعين وأنما خط الشروع للتقديم والتنافس سواء كان في المجموعة في الجامعات الحكومية والأهلية حتى يقدم الطالب إلى كليات الطب يجب أن يكون معدلة لا يقل عن خمسة وتسعين بالمئة هذا إذا بالحكومة وإذا بالأهل على خط شروع واحد فيجب أن يكون المعدل ما يقل عن خمسة وتسعين وإذا قدم حقيقة راح يدخل في فورمة التنافس أعداد الطلبة لهذه المعدلات يعني من خمسة وتسعين إلى المئة بحدود 18 أكثر من 18 ألف من معدل 100 صعوداً يعني معدل 100 ويضاف لها درجة الدور الأول تعرفين حضرتك ودرجة اللغة الأجنبية أو اللغة الفرنسية فما حققه الطلبة ضمن فئة المئة صعوداً هي أيضاً أكثر من 18 ألف وهذا بالتنافس مو قليلة لا أبداً أي مو قليلة على مجموعة طبية موزعة بين الطب وطب الأسنان والصيد ترجمة نانسي قنقر